إثبات أن الصفويين ليسوا أتراكا واحد حجة الأنساب مؤسس الدولة الصفوية شاه إسماعيل كان حفيد أوزون حسن حاكم الأغوز التركي من سلالة أقي كيونيلو التركية مما يجعله تركيا ضحض صحيح أن شاه إسماعيل كان من نسل أوزون حسن من أمه ولكن من المهم أن نلاحظ أن أمه على ما شاه بيجوم كانت نصف تركية فقط لأن أبوها كان أوزون ولكن أمها كانت فيدورة ماغال كومنين التي كانت يونانية من الأناضول وليست تركية لذا فإن شاه إسماعيل ليست تركيا خالصا من ناحية أمه ومن ناحية أبيه هو من سلالة الشيخ صفي الدين الأردبيلي الذي كان هو نفسه من نسل فيروز شاه زاري نيكولاه الكردي هذا كله دون الإشارة إلى أن الصفويين ادعوا أيضا أنهم من نسل الساسانيين حيث زعموا أنهم من سلالة الإمام موسى القادم فكونهم من نسل الإمام القادم سيجعلهم تلقائيا من سلالة الساسانيين لأن جده الإمام السجادة ولد من الأميرة الساسانية شهربانو عرف الصفويون هذه الحقيقة واستخدموها لتبرير مطالبتهم بعرش إيران وتجدر الإشارة أيضا إلى أن أوزون حسن في رسائله إلى العثمانيين قدم نفسه على أنه شاهن شاه إيران سلطان سلاطيني إيران قوي مثل جمشيدة علموا أفريدون وحكيم مثل داريوش بادشاه إيران جمشيد وأفريدون من الشخصيات المهمة في الفولكلور والثقافة الإيرانية وكان داريوش أحد أعظم الشاهات من السلالة الأخمينية الفارسية وبالتالي كان أوزون حسن يحاول ربط نفسه بماضي إيران المجيد وثقافتها كما أن معظم الصفويين اللاحقين ولدوا لمحضيات أرمانية وجرجية وخلطوا الجينات الخاصة بهم أكثر ناهيك عن ذلك في السجلات الرسمية وأعمال التأريخ للمحكمة الصفوية نادرا ما ينسب الفضل إلى أوزون باعتباره سلف الصفويين لكنهم الدعوى دائما الأنحدار من الشيخ صفي الديني أردبيلي وفيروز شاه زارين كلاه الكردية والإمام القاظمي 2- حجة القزلباش كانت قبائل قزلباش من القبائل التركية التي قاتلت من أجل الصفويين وشكلت جزءا مهما من الجيش الصفوي وبالتالي كانت الإمبراطورية الصفوية تركية 3- بحض على الرغم من أن القزلباش كانوا أتراك ويستخدمون اللغة التركومانية إلا أنهم لم يكونوا بأي حال من الأحوال المكون الوحيد للجيش الصفوي 4- أو حتى الجزء الأهم منه في ذلك الوقت 5- كان الجيش الصفوي مكونا من العديد من المجموعات العرقية بما في ذلك الفرس والأكرد واللور والأفغان والأرمني والجورجيون 5- حتى القزلباش لم يكونوا أتراك بنسبة 100% حيث سمح الصفويون لاحقا لغير الأتراك بالانضمام إلى صفوفهم لأن القزلباش لم يتوقفوا عن محاولة التمرد ضد نفوذ البلاط 6- كانت الوحدة الأبرز في الجيش الصفوي بصرف النظر عن القزلباش هي الغلام وهي وحدة سلاح فرسان ثقيلة كانت غالبيتها من الأرمني 7- كمثل الانكشارية العثمانية بدأوا كعبيد محاربين لكنهم اكتسبوا تأثيرا كبيرا على البلاط 7- وأصبحوا إلى حد ما أكثر نفوذا من قزلباش 8- كان هناك أيضا قادة عسكريون مثل الله وردي خان والإمام قولي خان 9- الذين كانوا من أصل جورجي لكنهم كانوا سبه سلار في زمنهم 9- بمعنى أنهم كانوا أعلى سلطة عسكرية في كل إيران وحتى قزلباش كانوا تابعين لهم 10- ثلاثة الحجة اللغوية 11- بما أن الصفويين يتحدثون اللغة التركية الأذارية كلغة أم فهذا يجعلهم أتراكا 11- بحض على الرغم من أن الأذاريين والسكان من أذاربيجان مثل الصفويين كانوا يتحدثون اللغة التركية إلا أنني أجادل أن هذا لا يجعلهم بالضرورة أتراكا 11- قبل زمن السلاجقة والتتار فإن معظم سكان أذاربيجان كانوا يتحدثون اللغة البهلوية 12- تعلم الشيخ صفي الدين اللغات العربية والتركية والمغولية والفارسية في المدرسة وهي ليست لغاته الأم 13- في كتاب صفوة الصفة يوجد ذكر إلى لغة تسمى الأردبلية كان أهل هذه المدينة يتحدثونها فيما بينهم 14- طبعا في كتاب سلسلة النسب الصفوية مؤلف الكتاب الشيخ حسين برزاده زاهدي يسمي هذه اللغة بالفهلوية 14- بمن جاني بدا تاجان وربوم 15- بمن نطقي بدا تادما وربوم 16- بمن قوشي بدا تاشنوابوم 16- هران كوانزت عزواخ وربوم 16- ولكن مع مرور الوقت وبسبب وجود الحكومات الإقليمية الناطقة بالتركية مثل الأقي قيونلو والقره قيونلو 16- بدأ سكان هذا الجزء من إيران يتحدثون لغة تعرف باسم الأذارية وهي بطريقة ما لغة تركية 17- ولكن إذا أردنا أن نقول إن كل من يتحدث التركية هم أتراك من خلال نفس المنطق الأعرج يمكننا القول أن الأفارقة الذين يتحدثون اللغات الأوروبية يجب أن يكونوا أيضا من الأوروبيين البيضي 17- حقيقة مثيرة للإهتمام اللغة الوطنية لأنجولا هي البرتغالية 18- وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الأذارية هي فرع متفرس بشدة من شجرة عائلة اللغة التركية 19- حقيقة ممتعة أخرى تم تطوير اللغة الأذارية في قلب إيران في محافظة أذربيجان 20- لذلك تعتبر من الناحية الفنية لغة إيرانية وليست مزورة لذا فإن مجرد التحدث باللغة الأذارية لا يجعلك غير إيراني 21- على سبيل المثال، ضع في اعتبارك هذا، اللكنة الأسترالية هي شكل من أشكال اللغة الإنجليزية تم تطويرها في أستراليا، على الرغم من أن لهجة أستراليا جذورها في إنبلترا 21- إلا أنها تعتبر شيئا مرتبطا بأستراليا، الشخص الذي يتحدث بلكنة أسترالية هو أسترالي، على الرغم من أن اللغة أجنبية عن تلك الأرض 22- قارن الأون هذا مع الأذارية، وهي ليست لهجة، ولكنها لغة خاصة 23- بنفس الطريقة التي تنتمي إليها اللهجة الأسترالية للأستراليين، تنتمي الأذارية إلى إيران، حيث أن إيران هي المكان الذي نشأت فيه 23- كما أن لسام مرزا الصفوي، ابن الشاه عباس الأول، كتاب بالأذارية بعنوان طحفة سامي 24- يسرد فيه جميع شعراء إيران في فئتين 25- إيراني وتركي، ويضع جميع الشعراء الأذاريين بمن فيهم شاه إسماعيل في خانة الإيرانيين للأتراك 26- مما يثبت أن من يتحدث الأذارية في ذلك الوقت لم يكن يعتبر تركيا 27- أربع، الحجة الثقافية، اللغة الرسمية للسلالة الصفوية ولغة الشعر كانت الأذارية والصفويون يتحدثون الأذارية كلغة أولى 27- دحض، ما هذا الهراء؟ 28- كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية لإيران خلال حكم السلالة الصفوية، وليس الأذارية 29- الأذاري لم تكن لغة الشعر كذلك 29- كان صائب التبريزي، أعظم شاعر في العصر الصفوي، شاعر لبلاط الصفويين، كما يوحي الاسم من تبريز وكان من العرقية الأذارية، لكنه حتى كتب الغالبية العظمى من أعماله باللغة الفارسية 30- ناهيك عن قيام الصفويين بتمويل إنشاء شهنام شاعر عباس، وهي مخطوطة ضخمة لشهنام الفردوسي موزين برسوم إضاحية 30- صحيح أن اللغة الأذارية هي إحدى اللغات الأم للصفويين، ولكن بهذا المنطق، كان منزل وينديسور، البيت الحاكم في أنجلترا، يتحدث الألمانية كلغته الأمة، فهل سنبدأ في تسمية إمبراطوريا بريطانيا العظمى، إمبراطورية ألمانيا الأني؟ 31- كما أن مجرد التحدث بلغة ما لم يكن في الهوية في ذلك الوقت، إلا إذا كان هناك سياق خاص 32- على سبيل المثال، فإن امتلاك سلالة تمول الشعر الفارسية أو تستخدم الفارسية كلغة رسمية أو لغة البلاط أو اللغة الشعرية، يرتبط ارتباطا مباشرا بكونك إيرانيا، ليس فقط لأن الفارسية هي لغة إيرانية 33- ولكن لأنه منذ زمن الساسانيين، يستخدم شاه إيران الشعر الفارسية كوسيلة لإظهار دعم الهوية الإيرانية 34- وبعد أن اعتنقت إيران الإسلام، واصل الحكام الإيرانيون دعم اللغة الفارسية كوسيلة لجعل أنفسهم مميزين وللحفاظ على هويتهم الإيرانية بين الممالك الإسلامية الأخرى الناطقة بالعربية مثل مصر أو الحجاز أو الشام 35- أو المغرب، وكان هناك العديد من السلالات الإيرانية التي لم تتحدث الفارسية كلغتهم الأمي 36- فهل سنتظاهر بأن الزياريون المتحدثين بلغة جيلاكي، والبويهيون المتحدثين بالدلامي والزندي الأكراد الفيلية ليسوا إيرانيين؟ 36- أيضاً، كان للصفويين الكثير من الآراء القوية الواضحة حول القومية التركية، خاصة عند الحديث عن العثمانيين 37- يجب أن نعزز صداقتنا لإنهاء التهديد الذي تمثله الأمة التركية 38- سنهاجم من جانبنا ونمطر أمة الأتراك 39- بإرادة الله، سنقوم بتدمير أمة الأتراك وسيكون الأمر كذلك للدفاع عن أنفسنا 40- شاه عباس الأول في رسالة إلى ملك بولندا سيسم مند الثالث 40- شاه إسماعيل الأول، لقد ذبحت محمود شيابك خاني الذي كان حاكم تركستان كلها، ومع ذلك أشعر بالقلق من أن كل عمل الشاقة سيكون عبثاً 41- لأن هذا الصبي طه ماسب قد لا يرتقي ليصبح شاه إيران 41- عالم آراء شاه إسماعيل 42- قال الشاه عباس للسفراء الإسبانو، كل الإيرانيين يعرفون أنني عدو الأتراك العثمانيين في قلبي كراهية شديدة لهم 43- أريد ذلك من الله في وقت قصير لأرى بأم عيني تدمير مساجد الأتراك وتحويلهم إلى كاتدرائيات مسيحية أرمينية 43- إبراهيم فائقي، أذربيجان في طريق التاريخ، الجزء الثاني 44- كما أنه لا يوجد شيء مثل أذربيجان الجنوبية، لأنه لا يوجد سوى أذربيجان واحدة، وهي المحافظة الإيرانية جنوب نهر أراكسس 44- المقاطعات الشمالية لم تسمى أبدا أذربيجان 45- احتجاج السفير الإيراني في الدولة العثمانية على سرقة بلاد شمال أراكسس لإسم أذربيجان 45- اشتركوا في القناة 45- اشتركوا في القناة